موسيقى 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 لا هرجعك بس لألفين وخمسة وان انت ملعبتش كاس أمم او انا ملعبتش كاس أمم ألفين وستة احنا روحنا في شهر 12 ألفين وخمسة انا كنت مصاب بس مع المجموعة اللي خدت البطولة بطولة أفريكيا في ألفين وخمسة مع النادي الأهلي وروحنا اليابان كان المفروض ان انا مش علعب انا راجل مصاب وطلب مني ان انا ألعب ولعبت المغارات تانية وتعورت الاصابة بقت أكتر من المرة الأولانية في الوقت ده كان عندي مازي في العدلة الضمة فالمازي لو كان مثلا 2 ملي أو حية بقى أكتر ففترة الغياب بالنسبة لي بقت أكتر ففي الوقت ده ما كنتش موجود في ألفين وستة وفي الوقت ده انا كنت الحمدلله متواجد مع الكابتن حسن وكنت بلعب في طريط أربعة وفي الوقت ده كابتن حسن كان بيغير طريط اللعب يلعب بخمسة أو يلعب طبيعا ان انت تبقى متواجد لكن خلاص ملكش نصيب ربنا برضى عوضني في خلال الموسم ده ان انت تلعب في ألفين وستة البطولة اللي هو جونت ريكل الشهير في الصفاخص ان انت توصل لكاس العلم للأندية فكان عندك ان انت عايز تعوض ألفين وخمسة ما شاركتش وأنا سليم كاس عالم للأندية بداية ألفين وستة اللي هو شهر آخر واحد وشهر اثنين اللي فيها البطولة ما شاركتش مع المنتخب في نهاية السنة كان فيه كاس عالم تاني فأنا كان عندي رغبة ان انا اشارك واشارك من أول ثانية ولكن كان المستر مانون كان ليه وجهة نظر تحترم جدا الناس اللي لعبت البطولة أفريكا ان انا شاركت في مباراة واحدة بس في دور المجموعات كان برضو الصفاخص في تونس اللي خسرناها واحد صفر ورجعت الإصابة في عشرين ستة في اعتزال الكابتن هادي خشبة النادي الأهل بيلعب منتخب مصر في اعتزال الكابتن هادي خشبة ان انت تغيب لشهر عشر بعد أربع شهور وترجع وتبقى جاهز في خلال شهر ان انت عايز تلعب كاس عالم وعندك الحماس ان انت تلعب لكاس العالم فللأسف لأسف لأنا نفس ان انا مش موجود مع الحداشر اللي احنا كان مسترمان ومتعود زي ما انا هشرح لك كده يرمي لاميس للعيبة اللي هي انت بتبعرف ان اللي بياخد رميس هو اللي هيلعب فدرجة حرارة هناك مثلا مش هول تحت الصفر في كام يعني انت بلبس كل حيا وبردان ودرجة حرارة حداشر مثلا تحت الصفر انت مش متعود على الجوة انا كان درجة حرارتي مثلا مية وعشرين يعني جسمي كله بيغلي ان انا عندك رغبة للعب وعندك حماس للعب وفاجأة لقيت نفس مش عربي كان لها اكيد حسابات يعني زعلت جدا وكان لها رد فعلي اول واخد مرة انا عملتها في حياتي وكان رد فعلي مستر مانول كان برضو كان صعب جدا ولكن الحمدلل الموضوع تحل في نفس التوييد في ممكن في الاوتوبيس اتكلمت انا وكابتن حسام البادري او جالي كابتن حسام البادري وانا اعترف طوله ان انا غلطان وانا مش عارف عملتك كده ازاي وطوله غصبا عني حاجة لا شعوران لديت نفسي انا اللي ماشي كأن الدنيا ساحبات كده انت تمشي انت مش عارف انت بتعمل اي الدنيا كلها مضلمة قدامك مش شاهف اي حاجة وطوله انا يعني دايما باخد قرار وانا هادي وكان ممكن اكمل التمرين وبرضو افضل زعلان مش مشكلة او اتكلم مع مستر مانول خاصة ان كان الحمدلله من اللعيبة الاساسيين اللي كان بيقدر بيتكلم معايا واستشيرني في امور واتكلم معايا على حاجات كتير جدا يعني وعارف الرايل باسق فيها جدا لكن الموقف نفسه كان بالنسبة لي كان صدمة يعني في تمرينة اخر النهار الموضوع تحل اعتذرت اللعيبة واعتذرت الجهاز الفني وملعبتش المباراة الاولى والحمدلله ربنا كرمنا وكسبنا فيها 3-0 في المباراة التانية الاصعب كنت موجود وبالعب وللاسف ان احنا خسرنا فيها 2-1 وبعدين لعبنا المباراة الليها تحديد المركز الثالث والربع برض كنت موجود والحمدلله قدرنا ان احنا نكسب فيها 2-1 واخدنا المركز الثالث حيات صغيرة الواحد لما بيبتكرها حتى انا بتكلم معك دلوقتي بيكون زعلان ان هو ازاي انت عملت كده لكن بعد فترة كبيرة يمكننا احنا بتكلم في 2006 النهاردة احنا في 2019 يعني بتكلم بعد 13 سنة وكأن الموضوع مباراة يعني لما الواحد بيفتكر بيزعل من نفسه جدا ولكن هي الكرة كده فيها مواقف وفيها حاجات كويسة وحاجات وحشة بس اهمش ان انت تتعلم وانا بولك بدليل الحمدلله المواقف ده ما حصلش قبل كده مع حد ولا حصل بعد كده مع حد تاني في فترات للأندية سوادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي انت بتبقى عندك يعني قوام لعيبة وأجهزة فنية تقدر تساعدك على ان انت تبقى مسيطر فالتويت اللي كان فيه نادي الاسماعيلي من 2000 ل2004 كان عنده قوام يقدر ياخد كل حاجة لكن كان امكانيات ضعيفة جدا لكن امكانيات اللعيبة مع كابتو المحسن صالح ربنا اديله الصحة كان تقدر تاخد كل حياة فعلا حتى مع بوكير بعد كده في 2003 في نهاية أفريكيا كان تقدر تعمل كل حياة يعني كابتو المحسن معك في الكاس في 2000 ومعك في الدوري في 2002 في 2003 كان معنا مستر بوكير كان تقدر تاخد بطولة أفريكيا حاجات اللي هي الصغيرة كان تخلي فريد الاسماعيلي في الوقت ده هو أقوى فريد موجود في أفريكيا وتقدر تكمل لكن الدعم المادي والأمور المادية كانت مصعبة لأمور جدا النادي الزمالك سيطرته على الدوري في التويت ده من 2001 ل2004 والفوس ببطولة أفريكيا رغم النادي الأهلي في 2001 فاس ببطولة أفريكيا والنادي الزمالك في 2000 فاس بالبطولة الأفريكية برضو كان في الجيل ده هيبص على النادي الزمالك موجود بداية من انتقال الكابتن حسام حسن وبرهيم حسن للنادي الزمالك وموجود بقى الجيل الموجودة عبد الحليم علي وبشير التابع ومتحت عبد الهادي وطر السعيد وطر الساد وكل المجموعة اللي كانت موجودة وتامر عب حميد في نص الملعب مجموعة كانت خوية جدا في الوقت بقى اللي فيه اختلاف تمام بقى من 2004-2004-2005 للنادي الأهلي كانت تدينا مختلفة تماما نعليش سيطرة يعني اللي هو الحمدلله اللي هو مش هقول طبيعي مجموعة اللعيبة والعناصر اللي كانت إضافة للنادي الأهلي بداية من تريكا في يناير 2004 وبعدين عماد النحاس وإسلام الشاطر وبركات في بداية موسم 2004-2005 وفوزك بالدوري و17 مكسب متتالف الدوري والشكل اللي انت وصلت به السنة دي ما كناش بنشارك في أفريقيا لكن خدنا بطولة الدوري بالرغم في السنة دي كان مفروض تاخد كل حقية لو كنت موجود في كل بطولات احنا اطلعنا من الكاس أفضل موسمين على الإطلاق بقى 2005-2006 احسب بقى كده الناس ترجع بالذاكرة كده الموسم 2005-2006-2006-2007 انت واخد كل حاجة دوري كاس دوري أبطال السوبر الأفريقي السوبر المصري الخمس بطولات اللي بتشارك فيه على مدار سنتين خدت عشر بطولات النادي الأهلي في خلال السنتين خدت العشر بطولات اللي بعد كده قال لينا خدنا اربعة بس بعد كده انت خلاص بقى مع تغيير بقى الأجيال ده أبولك بقى اللي هو الإجداد انت تدخل دعيبة وتغير خلافه خدنا فترة ان انت تغيب عن بطولة أفريقا بعد رجعنا اهلي تاني 2012-2013 وانت برضه دي خدت فترة غايبة انت تغيير قابل كؤ przypadku